السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سأتحدث عن موضوع إنشاء مطعم بتركيا. مطعم كاثيترية اي شيء له علاقة بهذا الموضوع. جماعة شوفوا. اول شيء انا سأتحدث عن ثلاثة امور. الأمر الاول كيف يتم إنشاء هذا المشروع المطعم. شو هي خطواته الى اخره. الموضوع الثاني كيف انت بتختار المكان والزباين اللي انت راح تتوجه لهم. يعني واحد يقول لك انا بدي اعمل مطعم عربي فلافل مثلا بسموه طعمية او هيك شيء او لا انا بدي افتح مطعم عام. المهم كيف تختار النوع لهذه الامور هاي. الموضوع الثالث هو رأيي انا في المسألة بسبب التجارب اللي صارت. يعني انا ما راح اقول لك انه رأيي. راح اقول لك انه صار عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة تجربة. هاي التجارب كذا منا فاشل فشل لسبب فلاني اللي النجح نجح لسبب فلاني. والخيار لالكم اكيد راح اضط يعني رأيي الشخصي في المسألة. طيب. نقطة الاولى كيف بيتم انشاء هذا الموضوع. كتير ناس بتجي على تركيا مو عرفانة الرخص. يعني احنا احيانا ما نكون مثلا بدول العربية بتكون الرخصة هي شغلة واحدة بس. لا بتركيا الرخصة اكتر من رخصة. يعني وكل رخصة من فصلة عن التانية وما العلاقة. يعني مثلا بيروح واحد بيفتح شركة. يعني سجل تجاري. سجل تجاري شو يعني يا جماعة. هو مو رخصة فتح مطعمه. سجل تجاري انه بتروح انت لعند الدولة بتقول له انه انا عم عم اترابح. انا عم اربح من هذا الموضوع. وانا عم اخبركم مشان تاخدوا مني ضرائب. يعني سجل تجاري فقط مشان تعطي الدولة ضرائب. وبس انت لا اخدت اذن ولا طلبت اذن الدولة ولا هني وافقوا. هذا شي ما صار. تمام؟ طيب. طيب انت كيف بتاخد الاذن. اذن فتح المطعم. في رخصة تانية. المهم هي رخصة البلدية. طبعا نحن نحن عن المطعم. احيانا المشروع اللي انت بتفتحه ويجب ان يريد رخص تاني. مثلا بيجب رخصة من وزارة الزراعة. او بيجب رخصة من وزارة التربية. مثلا واحد يفتح مثلا مدرسة. هذا الشخص يريده ثلاث رخص. الاولى هي دائرة الضرايب. التانية هي رخصة البلدية اللي هلأ رح نحكي عنها مشان المطعم. الرخصة التالتي هي رخصة مديرة التربية والتعليم. لانه الموضوع بخص التربية والتعليم. المطعم ما فيه. والتربية والتعليم خلينا نجيله على جنب. طيب. هلأ ضمن رخصة البلدية مشان الدولة ترخص على تسهل يعني على الشخص كيف يعملوا الرخصة. هنن ضايفين لألا رخصة وزارة الصحة. طيب. اذا المحاسب القانوني تبعك او اللي يفتح لك الشركة او اللي يرخص لك المعمل. قال لك انه طلع لك السجل التجاري وقال لك هاي رخصة. هذا حكي فاضي بتجي الدولة بتسلخك مخالفة. وممكن يسكروا لك المطعم كمان. المهم رخصة البلدية. البلدية هي اللي رح تعطيك اذن انه انت تفتح مطعم بهذا المكان. رخصة المطعم في الى شروط. ومش بها البساطة تترخص. وحسب نوع المطعم. يعني مثلا اذا المطعم فيه شوية. يعني بده مدخنة مثلا. لازم يكون المدخنة هاي مرخصة. احيانا واحد يروح بياخد فروغ. وراح احكي عن هذا الموضوع للأسف. فروغ يعني يعني واحد يكون المطعم مولئ له. مستأجره. بس انه ظبطه وسواله اسم فيروح بيبيعه. بيبيع الاسم يعني انه بفرغه. بيتنازل لهالمطعم لحده تاني. لكن هو اثاني اثان تم استأجر. يعني ما باعه ملكية المطعم. المهم هادي شغلي انا كثير بعرضه على فكرة. المهم طيب. راح اخذ المطعم فيه مدخنة. اوكي. هادا المدخنة ما مرخصة. هو راح عمله بس ما مرخصة. اجو الجيران سيشتكوا عليه. شعلوا له المدخنة تبهدل اموره. زلمي بدون مدخنة كيف راح يشتغل. يعني اذا زلمي اصلا مطعمه فيه شوي. كيف راح يتعامل بهالموضوع. وين راح ما تزبط يعني الشغلة. واذا مد مدخنة هو لبرا. ما بتزبط يعني. فهمت عليه كيف? يعني الجيران ممكن يشتكوا عليه بيقولك فيه روايح فيه كذا. يعني لما انت بدك تطلع رخصة المطعم. لازم تدقق على موضوع انه موافقة وزارة الصحة. المدخنة تبع المطعم ممرخصة ولا لا. في اذن لهذا الموضوع ولا لا. اصلا المطعم بيترخص ولا لا. ممكن انت تاخد تبتلي في مطعم. وتفتح مدري اي شو وتعمل مدري شو. وتروح على دائرة الضرايب وتفتح الشركة. وتستأجر المطعم. بعدين تروح على البلدية تطلب رخصة يقوله لك لا. وهذه واردة جدا. طيب. الأخوة العرب بشكل عام. كيف عم بيحلوا هذا الموضوع؟ أحل لك ياه بالرشوة. طيب في رشوة بتركيا؟ حبيبي في دولة في العالم ما في رشوة؟ ما فيه. يعني ممكن يطلع لك شيء موظف ضعيف نفس. تعطيك مليرة مشان يتجر لك توقيعه. طيب إذا اجيت كشفية بسيطة ممكن يسكروا لك المطعم بهذه الحالة. أي شغلة يعني هو ما رح يعطيك والله هيك إذن عام وهو له. لا حبيبي هو مجرد رح يمرق لك ياه تمريء. وإذا كشفوا رؤساءه بالعمال رح يقول له نسهيت ما انتبهت مدرشو هيك يعني. يعني نحن المشكلة أنه بيجوا العرب بشكل عام على تركيا بفكروا أنه فينون يحلوا الموضوع بهذه الطريقة. يا أخي هاي شغلة موحلة. أنت بدك تدفع ثلاثة أربعة إسماء لك رشاوي وبطيخه ومدرشوه. لا يا أخي مشي بالطريق السليم. لما بدك تأخذ مطعم تأكد قبل ما تأخذه من البلدية انتبه مو من دائرة الضرائب. دائرة الضرائب بتعطيك إذن لشو ما كان. يعني هلأ مثال مثال واحد راح دائرة الضرائب قال له أنا بدي أفتح مطار ماشي مطار مطار عب بحكي معاكم جد أنه واحد يفتح مطار خاص مو في مطار تبع الدولة يرخص مطار وطياراته بيعطوا رخصة. بيوافق له بس إيش بيعطوه إذن أنه نحنا بنحصل منك درائب على هالموضوع بس طيب روح تفضل على شو اسمه على وزارة الداخلية أو على الوزارات المعنية في هذا الموضوع وخد إذن لشوف ما بيعطوك طبعا ما بيعطوك ما بيرخصوا لك أو بجوز يمكن حتى بالقانون ما فيك رخصة يعني أعطيكم مثال بسيط عن هذا الموضوع طيب شغلة صارت مية أنا شخصيا أنا رحت أخذت معهد بدي رخصه معهد تعليم لغة للأجانب أوكي استجرت معهد. زبطت الوضع جبت الأساتزة أخذت رخصة من دائرة الضرائب حالت حالي ورحت على البلدية. البلدية وفقت لي. قالوا لي ما عندنا مشكلة. المكان عندك مناسب أنه يصير معهد. حسنا؟ هذا الشخص أجنبي ما هو تركي ما معه جنسية تركية يعني. قالوا لي نحنا ما منقدر نعطيك رخصة. ليش؟ قال هذا أي شيء له علاقة بوزارة التعليم بتركيا ما بيعطوه رخصة للأجانب. المعاهد الخاصة ممنوع يكون مالك أجنبي. شو هالحكي؟ قال لي. قلت له طيب لو أنا دخلت مثلا شريك أو جبت أي واحد تركي دخل الشريك في هذا المعهد بيصير؟ قال لا. حتى لو كان له حصة واحد بالمئة من ملكية الشركة كلها واحد أجنبي ما منعطي رخصة معهد خاص. يعني بجوز مدارس خاصة ممكن. بجوز شغلاء. بس المعهد الخاص تبع تعليم اللغات وتبع هاي ممنوع فيه نصب القانون ممنوع يكون مالك وأجنبي واحد أجنبي. قولا واحدا. طيب. شو خسرنا نحن بهذه الحالة؟ استأجرنا المحل دفعنا الأجار دفعنا الرابون دفعنا الكوميسيون جهزنا المكان عملنا تصور على الأخطاء الفاشلة الكبيرة اللي نحن عملناها على فكرة رخصة البلدي ما أخذناها بها البساطة. جاءت رخصة البلدي قالوا لنا لازم نكون عنكم مخرج طوارئ ومطافي حريق وجهاز إنزار ومدري ما أعملنا كل هذه التكاليف. وحتى قالوا طلبوا وقتا حمامات للشباب وحمامات للبنات. يعني كل شيء تكاليف هذا الكلام. المحل كان مساعته 600 متر تقريبا. طيب. شو صار؟ شو سوينا؟ رجعت أنا دائرة الضرائب. قالوا أنتم كيف تعطوني رخصة معهد بإسم واحد أجنبي وفي نص بالقانون يمنع أن واحد أجنبي يتملك معهد في تركيا. كيف أنتم؟ يعني هذا غلط من عنكم. أنا بدي أشتكي عليكم كثيرا تضررت بسببكم. لو أنتم ما عطيتوني الرخصة لكنت أنا ما كنت تكملت مات ما كنت تضررت. جاوبوني جواب صراحة مقنع. ليش؟ سأقول لك ليش؟ قال لي أنت بدأت في بناء السقف قبل العواميد. قال لي أعود الزلم يشافني كثير منفعل وكذا لأنه في حالة خسرنا أرقام خسرنا أكثر من 15 ألف دولار. يعني كلمة هيك على الخفيف يعني ما دخلت في تفاصيل. طيب. قال لي أنا راح جاوبك وباختصار. أنت نحن عم نعطيك رخصة معهد. بتركيا مسموح تملك سجل عقاري للأجانب ولا لا؟ سجل تجاري عفواً. قلت له آه مسموح في قانون بيسمح معهد. قال خلاص نحن عطيناك سجل تجاري. وأنت من ضمن الفعاليات اللي في هالسجل التجاري حطيت أنه أنت بدك تفتح معهد. يعني أنت فينك بالسجل التجاري تكتب أنه أنا بدي أعمل مثلا شركة طيران بدي أعمل شركة نقل داخلي بدي أعمل معهد بدي أعمل مصنع في نفس السجل التجاري عادي. يعني وكشركة وحدي إلى أكثر من شيء. فنحن ما بنقدر بنمنعك بهذا الموضوع لكن الخطأ خطأك لأنك مفروض تروح على مديري التربية والتعليم بالأول وتشوف شو بده. بركيا أخي جماعة قالوا لك نحن بأنقرة هالسنة وقفنا ترخيص المعاهد الخاصة. هذه الشغلة واردة. بيقولك أنه فيه بأنقرة مثلا عدد معين من معاهد ما عدد مرخص له. فما فيناك تلوم دائرتنا لأن دائرتنا منفصلة تماما عن وزارة التربية والتعليم. ما لدينا علاقة ببعضنا أبدا. نحن حقك حقوقك اللي عنا بيموجب وزارتنا. ما سمح لك أنت تاخد سجل تجاري وفيه فاعليات فلانية. لكن وزارة التربية والتعليم رأيت أنه ما بيصير الأجانب يتملكوا المعاهد الخاصة. طيب بسبب هذا الموضوع لقيت حالي أن نحن الغلطاني ما هو. ما زنبون يعني بدأوا يطلع لك واحد يقول لك دولة غبية ماذا؟ 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 دعنا نكونوا واقعيين. ماذا دولة غبية؟ ما دولة غبية؟ إذا أنا غلطت خطأ يريدون النظام كله. إذا واحد خطأ في شغلة معينة يريدون يتهم الأمم المتحدة. يا أخي ماذا يقول هذا؟ أنت أنشأت شغلة غلط مظبوط. أنا زلمة أريد أن أعمل مزرعة أبقار. أول شيء أريد أن أشتري الأرض. ماذا يقول هذا؟ أول شيء تسأل مثلاً وزارة الزراعة وزارة الاستثمار. تسألهم يا أخي أنا أريد أن أعمل مزرعة أبقار. ماذا يقول لك؟ نحن لا نعطي رخص مزارع أبقار. هناك مزارع أبقار كثيراً ولم نريد أن نعطي رخص مزارع أبقار. مثلاً. أو أنت تكون حاطط في بالك أن هذه الوزارة الفلانية ستساعدني في موضوع أن تأمن لي مثلاً أبقار. أوكي؟ وأنت لا تستطيع أن تأمنها. ما منطق يعني. أول شيء في تركيا. أول شيء أريد أن تسأل الوزارة المعنية قبل أن تعمل السجل التجاري. قاعدة. السجل التجاري هو آخر شغلة تنعمل. ليش؟ أنت لما ترخص السجل التجاري تسكيره موضوع خطير صعب طويل مكلف. أما لما أنت تتأكد من تفاصيل الرخصة وتفاصيل الأمور تمام وكل شيء. وقتها الوحيد بقلب مطمئن بروب يفتح السجل التجاري. ما عنده مشكلة. طيب. نرجع لموضوعنا. مطعمنا. طيب. قبل ما تأخذ المطعم. ما حكينا؟ منروح لين؟ لعند البلدية. شاهدوا يا شباب. موضوع البلديات في تركيا في نقطة حساسية لازم أحكي فيها. هناك نظام النموك المدينة إلى بلدية. مثلا بلدية أنقرة فيها 7-8 بلديات. أنت لا علاقة البلدية الرئيسية. البلدية التي تريد أن تفتح مطعمك فيها تريد أن تسألهم. بجوز نظام هذه البلدية غير هذه البلدية هذا شيء وارد في قوانين خاصة. هناك حكم ذاتي في كل بلدية. هناك مجلس. هناك مجلس شعب ورئيس مجلس ورئيس بلدية وأعضاء إداريين مثل وزراء. هناك مسؤول بالبلديات عن موضوع الأمن في البلدية. هناك أجنحة أمنية البلدية نفسها إلى أجنحة أمنية بتبعث ناس وسيارات. فالبلديات منفصلين عن بعضهم تماما. لهذا السبب نحن لازم نعرف أنت بدك تفتح مثلا في منطقة في اسطنبول. وين؟ في منطقة بالفاتح. معنى أنت بدك تروع بلدية الفاتح. أول شيء. أول شيء. لقيت أنت المكان. عجبك. خرط مشتك. أوكي؟ يعني حسبته. عملت حساباتك. زبطت الأمور. خلص. بدك تبدأ بالترخيص. أول شيء نعمله. رحنا على بلديد الفاتح. سلام عليكم. أنت معاك. عنوان المكان. وصوره. عنوان المكان. ضروري العنوان. يعني أن العنوان بالتفصيل. انتبه. يعني لا يأتي الأملكجي أو الشخص الذي يريد يعطيك الموقع. يضحك عليك. يعطيك عنوان مخالف. لازم تتأكد في عينك كيف تتأكد من الموضوع. يا أخي سهلة بسيطة. تروح تأكد من الرقم المبنى. من الرقم الأرقام التي سيطبتها البلدية. تأكد أنت ستدفع مصاريف. ستضع رأس مال. ستتكلف. يعني فلوسك اللي جمعتها ستضعها في محل واحد. خلك بالهادي. وتأكدنا هذه النقطة. تأكدنا من العنوان صح؟ حكينا مع إدارة البلدية. في قسم اسمه ترخيص. القسم التراخيص في البلدية اللي هو ينح الرقصة. تقولوا أنا بدي بهالعنوان رخص مطعم. المطعم رح يعمل كذا وكذا. يعني في أنواع من المطاعم ما بدي مدخنة. يعني بدي يقول لي شو مثال. ايه فيه مثال يعني في هون بتركيا مثلا الناس. بتعمل أكلة يسموها جيكوفتة. يعني هي مثل الكبة بس مككبنة. يعني المهم هذه الأكلة ما بتنطبخ. يعني هي عبارة عن برغل بسلقوه ومدرشوه. يعني ما فيه شي. فهي ما بدي مدخنة. هي الأكلة. فهنا بيعطوك رخصة إذا كان الموقع. فأنت بدك تقول له أنه أنا بدي أعمل كباب مثلا. من ضمن الأكلات بدي مدخنة. أنا بحتاج مدخنة. أو بدي رخصة فرن. بجوز يكون واحد بدي يعمل مثلا لحم عجون. أو بدي يعمل هيك شغلات. يعني بدي أحط فرن حجري أو فرن صناعي أو إلى آخره. فبدك تقول له أنه أنا عندي واحد اثنين ثلاثة شغلة. بدي أحطهم بقلب هذا المطعم. بشكل واضح وصريح. شوفوا يا جماعة. قاعدة عامة بتركيا. الصدق أنجف. الحكومة بتضمن لك حقك. هناك قانون. معنىك مضطر أنت تلف وتدوره. أولاً أخيراً سيأتيك أجاع عراس. وأنت الخسرة. وإذا هذا المحل لا يتناسب لهذه القصة. مشوف محل ثاني. إذا المشروع الذي تريدك تعمله لا يتناسب مع هالمكان. غير المشروع يا أخي. معناته مشروعك لا مناسب بهون. لماذا لا نلجأ نحن لأمور والله أنه أنا راح قلن للبلدية هيك. بعدين راح سوي أنا هيك. ما في داعي. ما في داعي. اشتغل الشغل الصحيح. اشتغل بالطريقة الصحيحة. طيب. البلدية راح تعطيك شروط. راح تقل لك. ولا تستهين بالموضوع الشروط. راح يقول لك أنه لازم يكون عندك رخصة للموضوع فلاني. لازم تأخذ إذن الجيران. لازم تعمل كذا كذا. انت هلأ هون. انتبه شوف ما أحلاها اللحظة هاي. قال لك لازم تأخذ إذن الجيران. ولازم يكون كذا وكذا 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 شروط. ترحت سألت الجيران قالوا لك لا. شو بتسوي. تقلل على المحل رحت على محل تاني. خلصت. انتهي الموضوع. اما إذا انت استأجرت ودفعت وفتحت خلاص. انت بتليت هون بقبضك تضطر تطلع لعند الجيران تبويس لهم ايدان هون. مشان الله وافؤوا لي ومدرجوا. لا أخي بتروح انت على ما هو قيع. متناسب مع ما كان منيح لهذه المسألة. وإذا شفت ان الموضوع فيه كتير كالكعة. بلا. رحت أنا لعند واحد صديقي في اسطنبول. فاتح مطعم. شو فاتح مطعم ايش. مطعم شوي دجاج. وقلي وبروستد وهي لصص. ماشي. بتقول له قديش كلفك. قال لي كلفني يا ابراهيم مية وعشرة الف دولار. ليه. ليه. مطعم. يعني قدي رح يربح هو باليوم. يعني أنا هذا هو وقال لي. انه قديت رح تربح ليوم. قال لي انت مفكر انه انا بكيفية عملت الموضوع. قال لي انا لما عملت الدراسة. كان مكلفني شيء اربعين خمسة واربعين الف. بعد ما ابتليت. وزحتت رجلي. بصرت خمسة علاف دولار من هون. مشان والله ترخيص المدرجة ايش. اربعة علاف مشان مدرجة ايش. رحت وظفت مجموعة عمال عرب. بدون رخصة. بدون رخصة توظيف اجانب. اوه موجيت البلدية وسفقتني مخالفة دفعتها. مدري ايش من هون خمسة تلاف. من هون عشرة تلاف. لا حاله دافع مية عشرة تلاف. كيف تربح انت بالشهر؟ قال لي كذا. قلت له انت ندمان قال لي ندمان. يعني حسيت حالي عم تحقق مع شخص. يعني معمال المطعم تبعه. موجب الربح تبعه. يعني خلينا ان حسابه يريد الشغل يريد ربح 10% يعني اذا انت حسابته. انا بيطلع معي مطعمه. ماكسموم 30 ألف دولار بسوء. والراد يبيعه. وانا انا لو حبيت اشتري له مطعمه. بدفعه 20 ألف. 25 ألف دولار. هو كيف تكلفه؟ 110 ألف. لماذا؟ من الغشم. صديقي هلا عرفان. ويمكن رح شوف الفيديو. ورح يقعد يضحك يعني. اكيد سامحني. سامحنا يا صديقي. مهم. غشم هذا الكلام غشم. انت قبل ما تفتح تأكد. طيب الأضحك من هذا الكلام يعني يعني الأبدأ من هذا الكلام الأسوأ. خلينا نقول. هو كيف أخذ المطعم؟ أخده من واحد. يعني فيه واحد قبله. إجا استأجر المحل. عمله شوية طراخي. الضبط الموضوع. لا أحاله ما عم يربح. عمل إعلام. قام إجا هذا الشخص قال له ايه؟ أنا باخد منك المحل. طب ليه؟ ليه انت عم تدفعله؟ بيقول لي آه الموقع حلو عجبني. يا حبيبي دور بركي بتلاقي محل ثاني. ما لقيت غير. غير يا أخي. لماذا؟ دفع له للرجال خمسة عشر ألف دولار. قال له ليش دفعت له كل هلال؟ قال لي هو هيك. مدري شلونه ما أقنعه هيك وهذاك مصدق. أنا فتت قلت له تعال تعال. محل؟ ملكك شي؟ ما ملكك. انت مستأجره. انت بس دفع له حق الغراض اللي في قلب المحل. الاسم رح تغيره. قال ليه رح تغيره. ويعني عمليا حتى الاسم مستفيد منه. طب لماذا دفعت؟ البضايع اللي في قلب المحل. مثلا جمادات. شوية مكينات. شغلات بسيطة. اللايات. إلى آخر هي. كل اللاياتها بسوعة عشر تلاف. على شو دفعت يعني. وإذا اشتريتها جديدة بسوعة عشر تلاف. هذه قطعم مستعملة. ممكن تكون خربانة. لا تاخد مطعم فروغ. هاي شغلة غلط. ابدأ مطعمك من الأول. هذا هو الأربح. هو الأفضل لك. بتعمل مطعمك براحتك. بطريقتك. ما زبط هون بيزبط محل تاني. تركيا كبيرة. بدك اسطنبول كبيرة. كبيرة كتير. ممكن تلاقي بمكان بمكان آخر. طيب. تهينا من موضوع لهذا الشخص. طيب. انت رحت على البلدية. أخدت الرخصة. وتأكدت من الأمور كل ياتها رح تمشي بالطريقة الفلانية. بالطريقة الأمور الصح. اجا واحد من الأصدقاء حكى معي. قال لي يا أخي نحن رحنا على البلدية وطلبوا مننا رشوة. قلت له نعم. رشوة. حلو. وين هذا اللي طلبوا منك رشوة؟ قال لي في المكان فلاني. قلت له هذا الحكي كذب. قال لي ما عم تسديني. قلت له ايه انا ما عم سدك. كذب كذب مستحيل كلامك. مو مزبوط. رح الرجال قال لي تعال حملت حالي ورحت معه على البلدية. فتت لجوة. الموظف الظاهر نيتو متفق مع المحاسب القانوني تبعه. انتبهوا أنا عم بعطيكم أمثلة. لكي تضع ببالك كيف عمليات النصب. لكي أنت تكون واعي وما تقعد نفس الضربة. طيب. موظف الظاهر نيتو متفق مع المحاسب القانوني تبعه. على أنه خيو انت خود منه مبلغ الفلاني وبالنص. طب مين اللي؟ مين اللي سواله المصيبة مع هذا الموظف البلدية؟ المحاسب القانوني تبعه. معنات المحاسب القانوني تبعك وسيخ ما لازم تعتمد عليه. شلون رح تكشفه؟ واضحة لما الأمور بتمشي شمال. لما الأمور بتمشي بطريقة غلط. معناتها فيه غلط بالمجموعة تبعك. نظف القروب تبعك. مجموعتك نظفها. إذا شفت الأمور غلط إلغيها كلها. هذا هو الصح. طيب رحت لعنده الموظف. قلت له بدنا نمشي هذه المعاملة. قلت له هذه المعاملة الموضوع الفلاني ناقص فيها. قلت له ما هو الموضوع الفلاني؟ قلت له مثلا لازم تسوي درجة قدام المحال وتصريف للمي تبع المطر. قلت له ماشي. رحنا عملناها للتصريف ورجعنا. قلت له أنه والله يعني ما ننفاضين هلأ. قلت له ما ننفاضين؟ خبيبي بسيطة. قدامه رفعت السماعة واتصلت في رقم للشكاية على الموظفين. قلت له ما عم تعمل؟ قلت له عم بتصل مرة واشا بدي اشتكى عليك؟ قلت له ليش لك اشتكى عليك؟ قلت له شو هاي شو عم تحكي انت؟ ليش ليش معك مشيلي معاملتي؟ قلت له والله انت لازم تسوي من ورا في مخرج للمعاقين. من مدخل الرئيسي تبع المطعم. قلت له مدخل الرئيسي تبع المطعم لا بده مخرج معاقين. لانه في انحناء واضح للمعاقين وهذا الشيء يكفي. وهذا الانحناء البلدية اللي عملته للرصيف. ومن الرصيف نحن اصلا صفر مع الرصيف ما في ارتفاع. فما في داعي لهذا الموضوع. قلت له ما مشكلة. قلت له الموظف الفلاني يلمحنا لرشوي. والدليل على انه يطلب مننا طلبات غلط وهذه معاملتنا. صال اننا اكتر من ثلاث شهور. ونحن متضررين. اذا ما بتوقفوا عند حدو بدي اشتكي على البلدية كلها يا تا انا. شو مفكر يعني مدير الرئيس البلدية رح يجب لك شرطة ويطرب اوك يعني. طالب بحقك. عادي هذا شيء ما فيه شيء بس باسلوب محترم وبطريقة صحيحة وبتعرف اللي تحكي اللغة صح. عرفت علي شلون؟ خلص امورك مشيت تمام تمام. طلع رئيس البلدية قالوا ليك. معك اربعة ايام لحتى تطلع رخصة هذول الجماعة مية بالمية. يا جماعة تاني يوم اخدنا الرخصة. طبعا اجي لعندي الشخص قال لي شلون انت مشيتها شو عملت. قلت له شوف حبيبي اول شغلة بتعملها بتغير محاسب القانوني تبعك. انه واضح انه هو اللي عم يحفر. شايف انه هذول اجانب قال لك خيو بضرب منهم. هناك ضعاف نفوس. انا برجع بقول لك هذا لا يعني انه كل الاتراك سيئين لا مو مزبوطة للحكي. اي ملة في العالم فيها ناس سيئين وفيها ناس كويسين. متل ما واحد يقول لك والله الهنود بشعين. لا والله الهنود ما بشعين. في ناس بالهنود سيئين. في ناس بالهنود ما في احسن منهم. ونفس الشي يعني متل ما نحنا عم نحكي عنهم هنه كمان بيحكوا عننا. فما منطق هذا الاسلوب العنصري هذا في كل ملة فيها كفوها. فيها الناس الكويسين فيها الناس سيئين. نحنا ما بدنا نقعد نقول هالملة كلها سيئين. هذا مو شغلنا. نحنا منا نشتغل. بدنا نستفيد. بدنا نعيش. بدنا نمشي اليوم اللي بعده. خلاص. ما منا واقفين. يعني شو استفدنا إذا قالنا والله الاتراك كلهم مرتشين. شو استفدت أنا يعني هلأ. يعني فالنتيجة هاي. طيب. خلصنا نحنا من موضوع ايش؟ الترخيص. بنجي على موضوع كيف راح تختار المكان. كلمة واحدة وباختصار. إذا بدك تستهدف العرب بلا المشروع تبعك. احسن. ليش؟ شو هدي استهداف العرب وين؟ راح واحد عند نقطة اكتر نقطة فيها استهداف للعرب في اسطنبول. ماشي؟ فتحونيك. ايه؟ جنبه فتح 300 واحد عربي. ايه؟ وبعدين؟ مو منطق. اسطنبول فيها 25 مليون نسمة. تروح انت بتستهدف ل 2 مليون عرب فيها. وبتترك 25 مليون؟ أصلا من الخمسة وعشرين مليون ما انا حاسبين العرب. ما انا حاسبين عددهم. هنين 4 مليون ولا 2 مليون انا متأكد. فما منطق. هادا الحكي مو منطق. انت بتستهدف الشريحة الاكبر. اللي ممكن تمر من هذا الشارع. اذا وقفت انا في هذا الشارع. مين اكتر ناس بتمر بهذا الشارع؟ اكيد الاتراك. اكيد. فانت بتستهدف هاي الشريحة. تقول لي كيف تستهدفه مده؟ الطاقم تبعك ما بصد تكون اجانب. احط وظف اجانب عندك. ما انا مشكلة. بشي بالقانون. القانون شو بيقول كل خمسة اتراك ومقابيلا واحد اجنبي. طيب انت في تركيا وبدك تعمل بزنس ولا بدك تعاند القانون. يا اخي مني استفيد انا انا جاي لتركيا. مو مشا نكب فلوسي في الارض. ثلاثة ارباع المشاريع اللي عم تفشل بسبب هاي العقلية. يا اخي فيه طريقة سليمة كويسة ناس نجحت. يعني فيه واحد صديقي مثلا فتح في انقرة كافي. بتفوت على الكافي ولا بتعرف انه صاحبة اجنبي. ابدا نهائيا. ما بيخطر عبالك انه صاحبة اجنبي. صاحبة الزلمة قاعد بغرفة الادارة بيتفرج على كاميرات المراقبة. تحت فيه مدير الكافي تركي. الاداريين كلهم اتراك. اللي بالمطبخ فيه جزء منهم عرب. فيه جزء منهم اتراك. القراصين واللي بيستقبلوا العالم. اغلبهم اتراك. والعرب منهم بيعرفوا يحكي تركي بفل. الزلمة فاتح وما احلا واموره ارباحه ممتازة. البلدية بتمر بتضرب له تحية. الاداريين ولا في عنده اي مشكلة. دائرة الضرائب كل شي تمام. اما واحد بيفتح لي في قلب مثلا بالفاتح او بمنطقة باسطنبول. والله انا البلدية بتجيها عندي كل يوم بتفعلهم الف ليرا رشوة. ليش؟ لك شوها الحكي. هذا اذا طبعا كان صادق. هذا اذا كان صادق. ما بعرف. يمكن يشوف الفيديو هو الله يسمحنا ويسامه. المهم ليش عم تدفع له الرشوة؟ قال والله انا هوني هنا ما عطوني رخصة المدخنين. بس انا اضطريت يعني لانه العالم جايت ارقل فانا شو عم بعمل. مش هنغطي على الموضوع عم بدفع رشوة. بتحكي معه. اه بلد مرتشي بلد مرتشي شو يا زلمي انت الفاسد. هنن عم بيقول لك القانون ممنوع انت اتدخن هون. ممنوع يا اخي. التزم بالقانون. لا الا بده يخالف القانون. والله رزقي بينقطع. اف رزقك بينقطع اذا خلفت القانون. هذا مو منطق يا جماعة. شوف انا ما بدي اقول انه شوف. في ناس عرب راحوا على دول من افضل دول العالم ونجحوا وصاروا مليارديرية. ملايين. بنته لبلغيتس رح تتزوج واحد مصري. شو هالناس معها مليارات ليش؟ عرفوا يفكروا صح. الطريقة الصح انه انت تلتزم بالقانون بدل ما تشغل مخك بانه كيف دك تتحايل على القانون. تشغل مخك بانه كيف دك تطور شغلك. هاي هي النقطة المهمة. المهم ما لازم نحنا نفتح مشروع مهما يكون يعني مستهدف للعرب. هاي فكرة غلط. لازم تفتح شغلة ممكن نشتروها العرب. ممكن نشتروها الاجانب. ممكن نشتروها الاتراك. ممكن نشتروها الكل. هذا هو الشي الصح. وانا اعطيت نصيحتي. اللهم اقد بلغت يعني. اغلب المشاريع اللي فتحت في هاي الطريقة فشلت. لانه يعني ما منطق انه انت تكون ببلد فيها كل هالملايين الاتراك. وانت بتروح تستهدف العرب بس. العرب عندهم خيارات كتير اللي فقجوا بالاول. وفتحوا اول والله اول مخبز عربي. فتح باستنبول. اه داك استفاد الزلمي. ما كان في حدا غيره. بس هلا صار في جي 30 40 يعني اخر مرة عديتهم يمكن صار 38 و 30. في استنبول بس. فشو الفائدة يعني خلاص الناس صارت السلعة موجودة وزيادة وصلت لهون. خلاص السلعة كتير صارت موجودة. ما عند فيه داعي لهذا الموضوع. اعمل مطعم يا أخي للأتراك. وجيبي معلم تركي. بتقول لي انا ما بفهم في القصة لا تفتح معناها. هذا هو اهم شرط بفتح المشروع. شغلة ما بتفهم فيها لا تفتحها. طب والله انا ما بفهم الا بهالموضوع تعلم شيء تاني يا أخي هالفكرة فاشلة. انت هلأ معاك 20 ألف دولار رح تفتح مشروع. بعد ما تفتح المشروع رح تخسر رح تصفي بدون 20 ألف دولار. طيب معناته قبل ما تخسر نرجع لحون قبل ما تخسر فكر بشي تاني. تعلم شي تاني. اعمل شي تاني. نصيحة أخيرة يا جماعة. انا ما بنصح اي شخص يفتح اي مشروع بتركيا او بأي بلد بالعالم الا بالأول اللي يتعلم البلد يتعلم اللغة تبعها البلد يفهمها منيح صح. يعرف يحكي وياخد ويعطي صح. مو هيك يتأتئ ويركب كلمات على بعضهم. اعمل كورس مثل الخلق. مو مو الله هيك. راح واحد فاتح معهد لتعليم اللغة وجاي بأساد زي اس. هن ما بيعرفوا يحكي تركي. عم تتعلم عنده. روح يا أخي في معهد تابع لجامعة أنقرة. معهد تابع لجامعة اسطنبول. معهد تابع لجامعة حكومية. اغلب شوي معليش. انت هذا وقتك. انت بدك تفرغ ست شهور او سبعة شهور من وقتك لهذا المعهد. لازم تروح تدعم وتشتغل وتتعلم هذه اللغة تستفيد منها. لغة انت اذا تاجرت اذا خاطرت بفلوسك تكون تعرف شو تعمل فيها. اصلا انتوا برأيكم. يعني مثلا هذا رفيق اللي اكل مشكلة كثير كبيرة في قلب البلدية. لو كان هو بيعرف لغة. كان قدر يضحك عليه المحاسب القانوني يعني بالمئة تسعين ما كان زبطت معه. لان المحاسب القانوني اكيد 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 اتفق مع موظف البلدي قدامه للزلمة هو ما فهم شيء. فالفكرة هيك. لازم تتعلم لغة هذه البلد. تفهمها صح وبعدها بتنجح. في ناس نجحت طبعا في ناس نجحت. انا وجهة نظري انه مشروع المطعم بتركيا كان بلو ايامه. هل لا؟ لا. طبعا انا سأختم بوجهة نظري. انا هاي هي وجهة نظري. اذا كان مشروعك انه انت تفتح مطعم بتركيا كافي مخبز. انا برأيي انه الفكرة ما نظر طبعا. يعني هيك وجهة نظري. انا هاي وجهة نظري. الشخصية. واذا كنت بدك تعمله ولا بد فالتزم على الاقل بالشي اللي احنا حكينا. التزم بانيتك ترخص صح وتفتح بمكان صح وتستهدف الناس الصح. وقتها بتزود نسبة امكانية انه يربح مشروعك. اتمنى للكل يربح. اتمنى للكل ان شاء الله يستفيد. واتمنى للكل الخير. وطبعا انا حكيت صراحة من تجربة. ويعني كانت تجارب مريرة لكتير ناس. وانا كتير بتدايق لما بشوف شخص اجه على تركيا وخسر. طبعا بيصير بيقول لي البلد ومدري شو لك. ما دخل البلد يا جماعة. انت غلطت انت غلطت في الشغل الفلاني وفلاني فلاني. لو ما غلطت فيها ما كان خسر شغلك. ما كانت فشلة المشروع تبعك. انت انسان اكيد شخص لما بيكون عنده هيك عزيمة وارادة لحتى يشتغل. وعنده دافع قوي لا يشتغل. فما تغلط انت بهالامور. لكني عم حذر. اذا انت شفت هذا الفيديو. اعمل شوية بحث. وتأكد من كلامي اذا كان صح ولا لا. وسأل البلدية ما رح تخسر اشي. يومين ثلاثة قبل ما تفتح المشروع. او يا سيدي شهر قبل ما تفتح المشروع. ما رح يضروا شيه الشهر. شو رح تصرف فيهم على حالك. يمكن لو انيتك فتحت وخسرت. بينما لو ضليت شهر. وانت عم تتأكد. رح تلاقي حالك انه انت وفرت حالك خسارة كثير كبيرة. او تجنبت مشكلة كنت رح توعى فيها. ان شاء الله بالتوفيق للجميع. السلام عليكم وحط الله وبركاته.